جداً إليها أنتشر سائل وائل نفوسي يقول انتشرت صور للصلاة والمأمومون بينهم مسافة متر و نص هل هذه الصلاة صحيحة؟ أما أن نقول صحيحة أو غير صحيحة فالله أعلم الحقيقة أن في النفس شيئاً من مثل هذا التباعد نعم إذ معنى صلاة الجماعة الانتظام في الصفوف هذا هو معنى الجماعة الانتظام في الصفوف هذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية فحينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة بتسوية الصفوف قال سووا بين صفوفكم حاذوا الأقدام بالأقدام و المناكب بالمناكب كان يأمر بتسوية الصفوف هذا هو صف الجماعة أن يقفوا مصطفين خلف إمامهم و أن لا يتركوا فرجة كان ينهاهم عن الفرج في صف الجماعة هذا الذي أفهمه من معنى الجماعة ثم جاءت الأدلة الشرعية مرخصة في أحوال في حالة المرض والخوف مرخصة في ترك الجماعة بأن يصلي الناس في بيوتهم في أحوال تقدم ذكرها و لذلك ينادي المنادي ألا صلوا في بيوتكم أو ألا صلوا في رحالكم أو في الرحال و هذا يعني أن يصلوا إما من وجد منهم من جماعة في بيت كالأولاد مع والدهم أو أن يصلوا منفردين في بيوتهم أما التباعد في صف الجماعة فلا أعرفه من كلام الفقهاء قد توجد هناك أحوال أيضا ينبغي أن يراعى حتى لا يتعجل في الحكم على مثل هذه الصورة الذي أفهمه أن الأصل عدم جواز ذلك نعم و نحن نتحدث الآن عن مثل هذا الوباء لم تضبط مسافة التباعد بعد قيل في أول الأمر متر كافي نعم ثم بعد ذلك قيل متر ونصف ثم البعض يقول لا بد أن تكون المسافة مترين و نحن اليوم حتى هنا في الستوديو لما يقرب من المترين نعم إلى كم ستتباعد الصفوف طالما أن الأقوال هذه يعني غير منضبطة و غير مستقرة نعم لكن مع ذلك كما قلت هناك خاعدة فقهية تقول ما بني على قياس فغيره عليه لا يقاس نعم فقد توجد حالة يرى أهل العلم فيها أنه يمكن أن تتباعد الصفوف كأن تكون أحوال المصلين على سبيل المثال ممن مناعتهم ضعيفة لأمراض مزمنة أو لكبار سن و ضعف أن يكون أفراد الأسرة ممن يخرجون و لا يدرى إلى أين يذهبون فيمكن أن يكونوا ناقلين العدوى الحاصل أنه قد يرى بعض أهل العلم مشروعية هذا الفعل لكن لا يعني أن يقاس عليه نعم و الحقيقة أنه أيضا لا ينبغي أن يكون ذلك على الإطار الجمعي بمعنى إذا كنا قد رأينا في بعض البلاء أنهم يصلون الجماعة كذلك فلا هذا فيه قدر و أنا يعني هذا الذي أراه و يظهر لي أن فيه قدر من التعنت في الدين ربنا تبارك و تعالى يقول وَاعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِدْتُمْ يقول لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قد رخص لنا هذا الشرع في ترك الجماعات في أحوال معينة نأتي نحن و نقول لا لا بد أن نصليها جماعة و أن نصليها بالكيفية التي لا أصل لها أيضا أن نبتكر صفا من جماعة بشكل معين لم يذكره يعني نصا و هذا مما نصا عليه كثير من الفقهاء أشهر من نسب إليه القاضي عياض يقول هو ذكر الاتفاق على أن الأبرصة و المجذوم يمنعان نعم من شهود الجماعة يمنعان من شهود الجماعة الآن إذا كنا نتحدث عن أفراد هناك احتمال لأن يكونوا ناقلين للعدوى نعم لغيرهم و لكن لا يعرفون ذلك من أنفسهم أو أنهم يعني يتهاونون في الأمر و غيرهم لا يعرفوا عنهم ذلك فما جدوى أن يكون هذا التباعد و قد يكون مدخلهم واحد و مخرجهم واحد و قد يكون يعني يجتمعون في أحوال أخرى ثم يتباعدون في صف الصلاة هذا الذي قلت بأنه قد يكون من التعنت في الدين إما أن يؤدوا الجماعة كما شرعها الله تبارك وتعالى في بيوتهم أو لهم عذر في أن يصلوا منفردين أو أن يقتصروا على من هم مطمئنون إلى أنهم خالين من العدوى أو من المرض دون توسيع الدائرة لكن مع ذلك المسألة اجتهادية أفرزتها هذه الأحداث قابلة للنظر و إنما قلت ما تقدم لضعف علمي و قلة بضاعة يعني ما ذكرتموه أيضا سيؤدي إلى سد دريعة أخرى لأن هؤلاء سيتدافعون على المواضع سيتدافعون على الأبواب و هي أيضا لمسها ناقل للعدوى بزاكم الله خير فضير دارة أمان